هنا القاهرة ومع الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة والذي يأتي في الثالث عشر من فبراير من كل عام ستظل الإذاعة واحدة من أقوى الوسائل التي تؤثر في مختلف شرائح المجتمع أينما كانوا اليوم ده أهميته تنبع من أهمية الوسيلة نفسها الإذاعة إن لم تكن الأهم بين وسائل الإعلام فهي إحدى وسائل الإعلام المهمة في العالم لأنها أسهل وسيلة إعلام بتصل إلى كل ركن، بتصل إلى كل شبر من أرجاء المعمورة وتتسم الإذاعة المصرية بكل شبكاتها بالتنوع في المحتوى فهي تحرص على تقديم الأخبار، الدراما، الثقافة، الفن، الترفيح، السياسة والاقتصاد بحيث يمكنها أن تلبي الأذواك كافة طبعاً الأمم المتحدة لم تحتفل بشيء من فراغ يعني كونها إنها تحتفل بالإذاعة في العالم إدراكاً منها أن الإذاعة هي التي تقرب بين البشر في مختلف الأماكن حتى على المستوى المحلي، يعني على سبيل المثال لو كان في الإذاعة في مصر مثلاً سنرى أن الإذاعة كان لها دور كبير في مصر استطاعت طبعاً أن تكون بمثابة ذاكرة لهذه الأمة وبالرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة إلا أن الإذاعة ستظل بالنسبة لكثيرين صديقاً محبباً يشتقون لسماعه الإذاعة هتفضل دي قيمتها، هتفضل دي دايماً مرجع لكل اللي حابب يستمتع وكل اللي حابب يستفيد، لكل اللي حابب يحصل على معلومة دقيقة حوار مظبوط، غنوة حلوة، ما تجرحش الأذن أبداً، لغة سليمة وقد تم اختيار اليوم العالمي للإذاعة تزامناً مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946 والتركيز على الدور المهم للإذاعة وتأثيرها في تشكيل الوجدان والفكر بصمات إذاعية مصرية تركت تاريخاً مليئاً بالأحداث والمواقف التي لا أحد يستطيع نسيانها ومع الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، تقف الإذاعة المحلية والعالمية أمام دور الإذاعة في نقل الثقافات ونشر القيم وقبول الآخر على مر العصور أسمع حسن أمين ترجمة نانسي قنقر